السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مدد الإجتماعيات للمساوة الثالث إعدادي مكوه الجغرافية درس اليابان قوة تكنولوجيا على بركة الله اليابان قوة تكنولوجيا تقديم إشكالي تعتبر اليابان أبرز قوة على المساوة العالمي من حيث صناعات والعلوم التقنية فما مظاهر قوة تكنولوجيا اليابانية وما العوامل المفسرة لها وما الصعوبات التي تعترضها نتعرف في المحور الأول على مظاهر القوة التكنولوجيا اليابانية تسمت له مظاهر قوة التكنولوجيا اليابانية على عدة مستويات على المستوى الصناعي على المستوى وسائل اتصال والمواصلات وعلى مستوى البنية التحتية فيما يخص المستوى الصناعي هناك عدة مظاهر من بينها تنوع الإنتاج الصناعي وجوتته الذي يتمثل في إنتاج كبير على المستوى العالمي كالأجهزة السمعية البطرية والإلكترونية والمعلوماتية مثل سوني وشارب وصناعة السيارات كطويوتا وميتوبيتشي والسفن والدراجات النارية مثل ياماها وسوزوكي علاوة على المظهر الثاني الانتشار الكبير للصناعات التقيلة في جنوب شرق جزيرة تشوكوكو التي تحتكر جل الأقطاب الصناعي الكبرى أما الصناعات الخفيفة فتتركز في شرق وغربي جزيرة هونتشو في حين ترتكز في شمال جزيرة كيوشو الصناعة التقيلة والخفيفة في جنوبها نتعرف على المظهر الأخير انتار صناعي كبير نتعرف على المظهر القوى التكنولوجيا اليابانية الأخير انتاج صناعي كبير دو جودة عالية تحتل بوستته اليابان مراتب متقدمة عالميا وتغزو بفضله جل الأسواق الدولية نتعرف على مظاهر القوى التكنولوجيا اليابانية على مستوى وسائل اتصال والمواسلات وسائل اتصالية جد متطورة كالهواتف الذكية توظف تقنيات عصرية وبرامج ذات جودة عالية تساهم في تسيير استعمالتها وخدماتها كذلك هناك وسائل مواصلتها ذات قدرة نفسية كبيرة تستفيد من نتائج الأبحاث العلمية التقنية لإنتاج نماذج تتنتع بكل مقاومات المتحدة منتجات تسويقية القدرة على اقتصاد الوقود والمواد الخام في التصنيع وكذا السعر المناسب ننتقل لنتعرف المظهر الأخير من القوى التكنولوجية اليابانية وهو على المساوى البنية التحتية نتعرف على مظاهر القوى التكنولوجية اليابانية على مساوى البنية التحتية أهمية البنية التحتية الحديثة والمتطورة والمجهزة بأحدث الوسائل والتي تمكن من الربط بين مختلف الجزر اليابانية من جهة وتمنحها انفتاحا كبيرا على العالم الخارجي من جهة أخرى كالطرق السيارة والسكة الحديدية والموانئ كتيبة ونكاوية والمطارات التي يتم توسعها على حساب البحر إذن كان هذا كل ما يخص مظاهر القوة التكنولوجية على ثلاث مسويات على مسوى وسائل الاتصال والمواصلات وكذلك على مسوى البنية التحتية ننتقل إلى المحور الثاني لنتعرف على العوامل المفسرة للقوة التكنولوجية اليابانية على مسوى وسائل الاتصال والمواصلات وكذلك على مسوى البنية التحتية ننتقل إلى المحور الثاني لنتعرف على العوامل المفسرة للقوة التكنولوجية اليابانية نتعرف على العوامل المنفسرة للقوة التكنولوجيا اليابانية أولا التوظيف التقني في الميدان التاقي كذلك هناك المجمعات التكنولوجيا وأخيرا التأهيل التقني البشري من بين العوامل المنفسرة للقوة التكنولوجيا قلنا التوظيف التقني في الميدان التاقي كيف ذلك؟ التوفر على مركبات تاقية كبيرة ومتطورة تستفيد من أحدث التكنولوجيات في عمليات الاستخراج والتوليد والتوزيع كمركبات كهرومائية وجوحرارية ونووية تعرف على المجمعات التكنولوجية أهمية المجمعات التكنولوجية ومراكز البحث التقني والعلمي وانتشارها الكبير في جل التراب الياباني والتي تستفيد من سياسة التركيز الرأسمالي ومسجدات البحث العلمي ننتقل إلى العمل الأخير وهو التأهيل التقني البشري وذلك من حيث موارد بشرية مؤهلة تتميز بحسن التأطير والتحفيز على المشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى المقاولات التي يشغلون فيها طول ساعات العمل والقدرة الكبيرة على الإنتاج والإبداع هذا فيما يخص العوامل المفسرة للقوة التكنولوجية اليابانية ننتقل لنتعرف على بعض عراقيل القوة الإنتاجية اليابانية نتعرف على بعض عراقيل القوة التكنولوجية اليابانية من بين عراقيل قوة التكنولوجية اليابانية هناك عدة عراقيل من بينها عراقيل تطور تكنولوجي وعراقيل التبعية التاقية وعراقيل طبيعية نتعرف على كل واحدة على حداء عراقيل تطور تكنولوجي تعطر بعض صناعات التقنية كالاتصالاتية والفضائية والمعلوماتية بفعل المنافسة الأوروبية والأمريكية فقدان بعض صناعتها للريادة على المستوى الأسيوي بسبب التقدم التكنولوجي الكبير للنمور أو التنينات الأسيوية ككوريا الجنوبية هونغ كونغ سانغافورا وتايوان ننتقل لنتعرف على عراقيل تبعية التاقية تتمثل في ضعف الموارد الأولية والمصادر التاقية وعدم كفاية ما تنتجه البلاد من الطاقات المتجددة مما يدفعها إلى استيرات حاجيتها التاقية من الخارج الأمر الذي يزيد من قيمة نفقتها ويزيد من تبعيتها للخارج نتعرف كذلك على العراقيل الطبيعية قلة التضاريس السهلية مما ينعكس سلبا على مساحة الأراضي الزراعية وبالتالي على مستوى الأمن الغتائي عدم استقرار البنية الجيولوجية للبلاد كثرة البراكين والزلازل النشيطة بالإضافة إلى الأعاصير القوية المتمرة خلاصة حافظت اليابان على ريادتها التكنولوجيا لعقود رغم المنافسة الأجنبية الشريسة وضعف الموارد خلاصة حافظت اليابان على ريادتها التكنولوجيا لعقود رغم المنافسة الأجنبية الشريسة وضعف الموارد الطبيعية والمواد الأولية نتعرف على المفهوم والمصطلحات الخاصة بهذا الدرس قوى تكنولوجيا نحصل لكل البلدان ذات الإنتاج الكبير على مستوى الصناعات التقنية بكل فرعها والذي يمكنها من اكتساح الأسواق العالمية بتنافسية قوية ويقصد بها في سياق الوحدة اليابان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر